اشتركوا في القناة لك يا بنتي كنت بدرس على الشامعة اه على ايام زمانه بس ترقبوا فيديوهات انواع الامهات قبل العودة للمدارس فلا هيك اذا بدكم تشوفوا هالفيديو وصلوا هالفيديوهات لخمسة الاف لايك لو بدكم تشوفوني يعني اشتركوا ها لا تنسوا اضغطوا على السبسكرايب مدري ايش والجرس وهي الشغلات وحطوا لايك تنسوا كمان تكتبوا لي تحت في التعليقات مين احلى انا او بنتي اسمعي لك بنتي راح احطيكي نصائح اه على ايام زمانه بس وانتو كمان فروغوتوس فروغوت فروغيت فروغيتوس ماما فروغيتوس لك اعاشوا عرفني انا هديك هي يلا خيدوا كل ياتكم الم ورق ودونوا معلومات امير الرهبية اه يا الله شبعاني من هاي الحالة انتو هون كسر الروتين في المدرسة كتير مهم يا ولاد قلولي شلون يا خالتو بنتي ميرا مثلا لاس اقا في البيت لاس اق فطبيعي انها تمال بالدراسة واكيد طبعا مع رفقاتها ما في عشان تقضيليها ممكن لهم نميمة في نميمة لا هالكلام مو عندي انا ماما سكوتي انت شو عرفيك معنا بدلت تروح لبيوت الناس خليها تروح الذاكر في مكتب الجامعة او انكم في شاب هون جنب البيت خطوطين بس لك ميرا درسي ولك فسعونة غيروا يا ماما ما كان دراستكم مو كل يوم في البيت لاسقين لاسق حتملوا طبيعي انا ريش بصرخ عليكم طراني تأثرت انطلقي اياتو هالارواح وشغيرة وتون هنا يخرب بيتكم يخرب بيتكم بلشت نصور طلع حلوة صاح المهند بدكم تنجح وتوصر وتحقوا احلامكم لازم تنظفوا المحيط تبعكم شو يعني يا خالة امير يا حلوين يا امامير قل لي منتو صاحب اقول لك من انت وبلا فلسفها وزي ما نقول الصاحب ساحب وإذا بتعرفوا ناس سلبيين في حياتكم ما عندهم لا طموح ولا أي هدف بالحياة رح يسحبوكم ساحب لعالمهم لهيك من الآخر اقتدوا صاحبوا بس الناس اللي تحفزكم وتطور منكم يخرب بيتكم روحي أيتها الأرواح الشريرة روحي ما بحكي عنكم ها أنا بحكي عن أرواح الشريرة الموجودة في القاتل أخي الله يشين معي بني قدمين أو وحوش ليش كل هاي موعين من منطلق أنه عم نحكي عن الموعين والنظافة فالنظام هون كتير مهم سطروا هون تحت كلمة نظام اسمعوا الحكي اللي رح أقوله مثلا أنا يا حلوين آخر همي في الحياة قديش من ساعة وعضيها في الجليات أهم شي عندي أنه الجليات كونوا نظاف ما فهمتوا عليا صح؟ بعرف بعرف رح فهمكم دراستكم وراجعتك تكون فعالة ما يعني أنك قديش ساعة قضيتها لي بالله تدرس لا دراستكم فعالة بس بتركيزك في كل ثانية وإنت عم بتقضيها وإنت تدرس بدياكم كل يوم تصحوا فيه بهدف إنكم تنشظوا شي في حياتكم مثلا اليوم في عندي مذاكرة كذا وكذا أبلش بالشيء الأهم دائما وعلى فكرة تخطيط ليومك ما رح ياخد منك غير خمس دقايق أفضل من هذوك الخمس دقايق لتعدوا ليهم في النميمة معرفاتكم كمان يا روح الماما نظموا نومكم ما ينفع ليلكم صباح وصباحكم ليل رح يظهر لكم إشعار هون أو هون لبنت الفصعونة ميرا حكت فيه عن الاستيقاف بكير الساعة خمسة الصبح روح رحضاروح رح ينفعكم كتير صدقوني أنا ميرا لو تصحى متأخر بعطيها بالشحاطة معنا بنات هيك انا هلا عم حضر القهوة بدكم القهوة حطولي هاليموجيهات إذا بدكم قهوة وعفكرة قهوتي أفضل من بنتي بمليون مرة بعيدا عن القهوة نظموا مواعيتكم مثلا أنا هلا عندي جلسة نميمة مع أم حمود الله وكيركم صارنا أسبوعين عم ننظم لها الجلسة المقصود هون يا حلوين انكم تبلشوا من قبل أسبوعين وانتو عم تنظموا الجدول الدراسي تبعكم للأيام اللي رح يكون فيها ضغط كتير دراسي قبل أسبوعين انجهز الجدول وكل شيء وكل مذاكرتنا وكل مراجعتنا تكون وافحة بمخطط كامل وهون بحكي عن نهاية التر نخفوا شوي من طلعاتكم مع رفقتكم هاي وورفيقكم هاي حضروا مخطط كامل جاهز بس مو تعجيزي ها واقعي وكونوا مرينين شوي مش انك ما ذكرتش ساعة معينة في الجدول تبعك يعني خلاص كل شيء خير بالمخطط لأ نسوي جدول عادي بسيط جدا ومواقع ونحاول ننضبط عليه وخلاص بدون اي تعقيدات الحياة حلوة بس نفهمه لك هاد هو الفن هاد هو الفن شرب المي والاكل بيعلم النسبة تركيزكم غير عن انو الموسيقى الحلوة كيفك انتا ملا انتا كتير بتهدي اعصابكم هاي الالوان الحلوة الورد شايفين قديش اميراهم ضنطمة ورائحة العطر ورائحة البخور من نوع اذهب اياتوها الارواح الشريرة كتير بتخلينا هيك عندنا نفس للدراسة وكتير مرتحين وكتير بنحس السعادة وهالشي هادي انتو بتحسوه تلقائي بتونوا اصلا متحسوا عحالكم حددوا هدفكم لهذه السنة مثلا انا اخذتكم اميرا عندي جلسة نميمة مع ام حمود شو هي المهم اللي انا لازم اسويها عشان احصل بالنهاية على جلسة نميمة مع ام حمود اول مهم اني انا اطرد الاطفال وابوهم من البيت ثاني شي انو انا بنظفي البيت كلياتو ما بتناحدة يحكي عنا ثالث شغلة واللي اهم شغلة بتتصل بام حمود في هناك من زمان في كتير حاكيات صاروا من وراك وما صار ولا حاكي بس انو عشان احمسها عشان تجي اخر شغلة اللي اه اسهل شغلة انو انا بحضر القهوة ادي بحب القهوة هلا بنيجي لقلكم انتو انتو بدكم تنجحوا شو لازم تسويوا لازمكم تنجحوا في كل المواد اني انجح في كل المواد هو هدف انا بشتغل عليه للترم كامل او للسنة كامل يعني هدف مداه طويل طيب شو هو الهدف اللي مداه قصير هي المهام اللي انا لازم اسويها كل يوم عشان اوصل لهذا الهدف واخر نصيحة هي دي من عندي لونوا غرفكم غيروا الدكار اكتبوا هيك اشياء اتحفزكم في الغرفة مثلا تكتب انو انا بدي اسير الاولى في القسم ودوروا على اقتباسات تحفيزية راح تلاقوا التامبلر مليان فيه واسألوا عامكم الجوجل كل شي موجود الجرس عميدة لك تعرفوا هديك صورة الهياكل اللي منتشرة على الفيسبوك اللي كتبين عليها صورتكم وانتو عم تنوض منوعد مع البيست فريم تبعكم الله واكيلكم هاي رقصتي المختصرة مع ام حمود يلا باي انا هلا لازم اروح ولا تنسوا اللي قدتلكم عليها وفجروا هالفيديوهات لايكات واشتراكات عشان عيوني بس ولي لازم اروح ووهو فيني قول اول اميكوس ولا باي فروغيتوس بدياكم هلا كلها يدكم تنزوا تحت للتعليقات وتكتبوا لي شو هي نصائحكم للطلاب اللي ما ذكرناها بالفيديو مشان انو انا باستفاد وكمان غيري اللي بيقرأت تعليقاتي استفاد لك ميرا او مي زاكري اشوف اوكي ماما خلاص يلا باي فروغيتوس اذا بدكم تشوفوا ماما ماي في الفيديوهات كمان بدكم يا تطلع وصلوا هذا الفيديو للخمس تلاف لايك باي سلامات يا هوا باي خلوني اسوي حجابي بس يا ولاد اقتلني موسيقى 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 موسيقى